معنا الاستاذ احمد من القاهرة. سمع عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه احنا سعدة جدا جدا اني بنكلم حضرتك عم الشيخ بس اه عندي مشكلة كده. طد. انا سيادتك متزود وعندي سناس ابناء. اه زوجتي اباها توافة. وبعد ما توافة اه راح اتلقوها عملت لتوكيل رسمي عام. هل هذا حلال ام حرام? وعلما بان والدتها موجودة. طيب. اه احنا عاديين جلوقتي حاليا متابعين اه الجواب بتاع حضرتك واستقزيمت بعد السؤال هعلي صوت التلفزيون عشان هيسمعوه. اتفضل يا فان. شكرا استاذ احمد. انا شكرا اول حاجة انا عايز اشكرك حد اشكرك جدا استاذ احمد على الوعي اللي انت فيه. يعني لما اختلفته روحته عشان تحلوا مسألة بشكل راقي. فشكرا لحضرتكم ان انت عملتوا ده. انت حضرتك بتقول. لو اعيد عليك. اعيد السؤال هو ان انت متزوج وعندك ثلاث اولاد وزوجتك وليدها توفى ويبدو ان هي لها مراز في عمل التوكيل عام لاخوها. اذا كان ده فانت بتسأل اللي عملته ده حلال ولا حرام? اه ده جائز. لان هي لما تعمل توكيل لاخيها هي كاملة الاهلية. ولها ان توكل اخاها بشكل جزئي في بعض التصرفات في ان هو يروح يقبض لها شيء او يروح يشتري لها شيء او يروح يبيع لها شيء او ان هو ان هي توكله توكيل عام. ليه? عشان حكتين. هي كاملة الاهلية والاشياء اللي بتمتلكها هي كاملة الملكية ليها. هي تاملة الملكية ليها. فاذا كانت هي وكلته ان هو يتصرف في اي شيء فهي لها هذا. لكن يا بدو ان انت بتسألني عن سؤال تاني. هو ينفع زوجتي تعمل الكلام ده من غير ما ترجعلي? من غير ما تشاور بيه? انا شايف ان الكلام ده من تمام المهده والرحمة ان الحاجات اللي فيها تأثير على قلوب شريك الحياة ان احنا نشاوره فيها. وشريك الحياة لازم هو يفهم ده. يفهم ان المشاورة مش عشان هو ياخد القرار. ده المشاورة من قبيل المحبة. من قبيل العشرة بالمعروف. ولذلك انا دايما بانصح الازواج. لما تيجي زوجتك تستشيرك في شيء يتعلق بما لها. ما تاخد لهاش قرار. هي واخدها قرار. بس هي بتعمل ايه? بتطيب خطرك. زي السيدة اسماء كده. السيدة اسماء جالها واحدة قال لها والله انا عايز اسماء بنت ابي بكر. رضي الله عنها. اقلت لها. جي واحد قال لها والله انا عايزة بيه عند حاقتك. فيعارفة ان سيدنا الزبير ايه? هي خيرة وبتحب الخير. ومعندهاش مشاكل. بس يعارفة ان سيدنا الزبير بيغير. فقالت له ايه? لن اأزن لك حتى تأتي وتسألني امام الزبير. قالت له طيب. قال لها طيب. فجي اسأله قدام زبير انا والله تسمحيني ان انا بيه عند عند حاقتك. فقالت له ايه? انا لم تجد غير حققة اللي تبيع عنده يبقى عملت ايه راعت سيدنا الزبير فقال لا دعي يا سماء يا بيع عنده حق ايه اللي حاصل يبقى المسألة كده فيها مرعاة فيها حسن العشرة طب هي لو ما عملتش كده هل ده يخلي اللي هي عملته حرام لا طب انا بنصح بنصح حضرتك ايه سيد احمد ان الستات حساسين جدا 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 في القضية المالية لان المال عندهم رمز للحب والكلام على ان واحد هو على طول تقول ده بصص لفلوسي ده بيعايز ياخد فلوسي فلزاك هم حساسين بده ليه لان المال عندهم بيمسلهم امان وتصرفها في مالها ده ده حق ليها فنصحتي لحضرتك انا نصحتي لزوجة حضرتك اولا ان هي لا تكرر المسألة دي ويبقى بينكم مشهورة قبل ما تعمل التصرف ده هل ده واجب عليها لا هي حرة التصرف تمت الملكية ليها زمة مالية مستقلة فاذا كان ليها زمة مالية مستقلة لها ان هي تعمل كده انا عارف ان انت بتقول هو مين اللي كان اولى بالتوكيل العام ده مش جوزها لا هي حرة نعم ولا اي حد لي حد لي حق انه يتدخل في ده هي لها زمة مالية مستقلة سواء عملت التوكيل ده لاخيها او لامها هي حرة هي حرة وليس لامها ايضا ان هي تتدخل في منعها او عدم ممنعها ما فيش سلة القرابة لا علاقة لها بالتصرفات المالية يعني مش معنى ان زوجي هو دلوقتي شريك حياتي يبقى كل حاجة انا عتصرف فيها في مالي تكون لي ده مش حقيقي ولا معنى ان زوجي هو اقرب الناس الي ولا احب الناس الي ان انا اعطيه كل مالي مش بالضرورة لان زوجي ده ات ممكن يكون انا شايفة ان الرجولة انه بينفق علي لكن انا من الخير ان انا اساعد الناس بس الكلام ده يكون بالتفاهم وعشرهن بالمعروف لازم يبقى فيه عشرة بالمعروف فلازم نكون متوازنين بهذا الامر صحيح ان انت بتعمليه ده حلال ومن حقك لكن في نفس الوقت خلي جوزك حاضر معاك عشان تسعده دايما وما يحسش ان انت فضلت حد عليه نعم